حملة رجعة صلي انخراط واسع وبركة في الانتشار لا تزال حملة رجعة صلي التي أطلقها شباب وناشطون مغاربة تعرف انتشارا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي حتى رصدتها منابر وقنوات دولية في تقاريرها الإخبارية ويرجع الأمر إلى بعض المتابعين إلى أنها حملة دينية وتتعلق بعبادة عظيمة هي الصلاة وفي ذلك كتب إبراهيم باء الحمد لله أغلب الحمالات الدينية تعرف انتشارا كبيرا وواسعا وهذا مؤشر إيجابي في علاقة الناس بدينهم وأحكامه وشرائعه كما حض وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية على الانخراط في حملة رجعة صلي بترك المساجد مفتوحة وإحيائها بحلقات تحفيظ القرآن الكريم الشيخ موسى الدخيلة انخرط في الحملة بتدوينة جاء فيها أيها الشاب الطيب أيها الشابة الكريمة لماذا لا تصلي؟ ما الذي يمنعك؟ ما العيب في محافظتك عليها؟ ألم تعلم أنها صلة بينك وبين ربك؟ ألم تعلم أنها أول ما تحاسب عليه يوم القيامة؟ ألم تعلم أنها نور تصديء به يوم الجزاء؟ فبادر إليها ثم بادر ولا تتأخر الدكتور توفيق الغلبزوري رئيس المجلس العلمي المحلي للمضيق الفنيدق كتب في جدار حسابي على فيسبوك وجدت دعوة إلى الخير في هذا الفضاء ولا يسعني إلا أن أنضم إليها فأقول ناصحا أرجع تصلي أرجعي تصلي الأستاذ ياسين العمري شارك في الحملة بسوق قول الرسول صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة رواء أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم حملة ترجع تصلي تصدرت التراند المغربي لأيام وهو ما جعل عددا من الشباب في العالم الإسلامي يسجل تنويه بهذه الحملة الشبابية التي تحض على أداء وعلى المحافظة على أهم ركن في الإسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة